اهلا بكم في حلقة جديدة من ربقكم على الشهر السيارات حلقة النهاردة هي السؤال الثامن في مسابقتنا الرمضانية للعام الثالث على التوالي مسابقتنا السنة دي فيها ثلاث مفاجآت اول مفاجأة فيهم ان جائزة مسابقة رمضان السنة دي هتكون خمس تلاف جنيه هتوزع الافضل عشر مشتركين جابهم في خلال شهر رمضان تاني مفاجأة ان العشر مشتركين دول هيكونوا مرشحين ان هم هيبقوا مشرفين معنا على جروباتنا على الفيسبوك وعلى يوتيوب الفترة الجاية تالت مفاجأة ان انتم اللي بتختارهم الاسئلة بتاعت المسابقة كل يوم بتكتبوا لي في التعليقات باسمك بالعربي بتكتب لي السؤال اللي انت حابب تعرف اجابته في مجال السيارات وانا بختار كل يوم سؤال وبقوله باسم صاحبه فهيبقى ازا انتم اللي بتقولهم الاسئلة بتاعت المسابقة مسابقتنا السنة دي برعاية موقع هتلاقي اللي بيع وشراء السيارات المستعملة وكمان ممكن تعرف من خلال موقع اسعار السيارات ايه جديدة واخر اخبار السيارات واخر عروض على اسعار السيارات بتنزل من التوكلات رابط الموقع هتلاقوه في وصف الفيديو اسفل الفيديو كمان لو حابين انتم تتبعوا حسابي على انستجرام باسم عصام غنايم بالعربي وباذن الله كل يوم درداشة رمضانية ابتداء من النهاردة هتكون على صفحتنا على الفيسبوك الصفحة الرسمية عشاق السيارات مع عصام غنايم بالبيج هيكون من الساعة 10 الى 11 هتلاقوا الرابط بتاع الصفحة برضو من اسفل الفيديو ممكن انت تدخل من خلال الرابط تدوس اعجاب للصفحة وتعمل لها مطبعة وانتظرنا الساعة 10 ان شاء الله هنكون في درداشة رمضانية هجاوب فعل كل استفساراتكم في بس مباشر دلوقت خلونا نبدأ سؤال حلقتنا النهاردة اللي موجه من اخونا لأستاذ هاني دياب وبيسأل وبيقول ما هو المقاس الصحيح لزيت المطور بمعنى هل المقاس الصحيح ان هو يكون على الماكس على الماين ما بين العلامتين ولا فوق الماكس سؤال مهم جدا عارف انه ممكن يكون سؤال بسيط الا انه سؤال مهم جدا ما هو المقاس الصحيح لزيت المطور كنا صورنا حلقة قبل كده عن المقاس الصحيح لزيت المطور او كيف تقص زيت المطور سيارتك ممكن انتو تتفرجوا عليها او تتبعوها اكتب كده الاسم وعصام غنايم هتلاقى بإذن الله الحلقة وهتلاقى فقال اجابة لو حابب ان انت تدور على الاجابة لو انت عارفها اكتبها لنا ان شاء الله في التعليقات وزي ما احنا عارفين ان في اخر رمضان بنجمع كل الاجابات الصحيحة على اليوتيوب بس لان انا بنشر الفيديو دي على الفيسبوك عشان ننشر المسابقة اللي ان انا بجمع التعليقات للمشتركين بتوعنا على اليوتيوب علشان يبقى على منصة واحدة فيبقى الموضوع سهل شوية ان انا عرف اعمل لهم حصر طبعا سؤال النهاردة زي ما قلنا مناخونا هاني دياب ويسأل ما هو المقاس الصحيح لزيت المطور طبعا زي ما احنا عارفين زيت المطور لو ناقص بيسبب مشكلة ولو زيت كمان وده اللي ممكن الناس كتير متعرفوش انه لو زيت بيسبب مشكلة اكبر ده اللي احنا هنعرفه بازن الله بالتفصيل في حلقة الاجابة للوقتي ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك الصفحة الرسمية عشراك الصلاة مع صامة غنايم البيج ونقابلكم ان شاء الله الساعة عشرة مساءا فبس مباشر هشوفكم بازن الله على خير في اسئلة جاية كتير وحلقة جاية اكتر وايه السلام عليكم